إذن بشأن تقرير منظمة العفو الدولية عن الفصل العنصري للاحتلال في فلسطين معنا هاتفيا من مدينة بيروت مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد محمود الحنفي مرحبا بكم إذن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا وصفت فيه نظام صيوني في فلسطين بأنه نظام مفصل عنصري ماذا يعني أن تصدر منظمة كبرى كمنظمة العفو الدولية تقريرا يحمل هذا الوصف لحكومة الكيان المحتل أشكركم على الاستطافة الحقيقة التقرير شجاع ومهم وعلمي بالسجارين أستاذ الأول أن منظمة النسية منظمة دولية فكانت تكون واقع مراهد على مستوى العمل الحقيقي الشيء الثاني وكما جاء في التقرير أن تقرير يعني جاء رتيبة عملية بحثية وجهد عميق ومطول وكل يورد في التقرير يبتمد إلى تنسيق وإلى معلومات أكثر منه يعني تحاليل أو أرأ من هنا تكون أهمية هذا التقرير أن يصدر تقرير من منظمة دولية باتهام باك باحتيالها لأنها تمارس عمليات التصوير المنصري فهذا يعني أن الأمر وصل إلى مستوى يفعب تجاوزه أو يفعب عنه كانتحاك يحصلهم أو هناك التقرير يقول أن جميع السلطات متورطة في هذه الجريمة جميع السلطات الجيش، جزارة الخارجية، القضاء، المستوطنون كلهم متورطون بمنظومة احتلالية كاملة ومتكاملة يعني أن الدولة كدهنة بحد ذاتها متورطة ومسؤولة عن هذه الجريمة جريمة التصوير العنصري الذين صالما الآن محاربه في جنوب أفريقيا ثم يعني اعتبره أنه انتهى إلى غير نجعة وأيض بسلطات الاحتمال الإسرائيلي تمارسه بشكل منهجي ويعني طويل ويعني أيضا عن مراقبة ومحاصلة الجهاد الدولي التي حاربت جرام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نعم إذن يعني المنظمة طالبت بمساءلة الكيرسوني على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ما الترأيك برأيك التي يمكن أن تتبعها السلطة الفلسطينية وأيضا الدول المتضامنة مع القضية العربية في فلسطين من أجل تنفيذ هذا المطلب المهم نعم يعني منظمة العنصري الدولية وفرت وثيقة ووفرت جهدا طويلا وشاقا على كل من يريد أن يستفيد من هذه الوثيقة السلطة الفلسطينية هي معنية بشكل رئيس بإعمال الفرص التي وفرها لها القانون الدولي باعتبارها الآن دولة وحن نضمط إلى العديد من الوثيقات الدولية وباعتبارها الآن طرف في مختلفة الوثيقات الدولية وعليها مسؤولية كجيرة جدا مباشرة كجهة معنية بمسطنين لكن من كانت المؤشرات على الأرض تفيد بخلاص ذلك لكن عليها مسؤولية قانونية ووطنية تجاه هذه الوثيقة الهامة التي يجب أن تستثمر اثنين هذه الوثيقة تشكل أرضية مهمة جدا ليس فقط السلطة الفلسطينية هذا أن أخذت قرار بذلك بل للمرزوات الحقوقية الصديقة للحق الفلسطيني من خلال الاستفادة لنا أمام حاكم دولية ويجب اقتصاص عالمي في أوروبا عنواج الخصوص المسؤولة الثالثة وهي وثيقة مهمة جدا للدول العربية ناسية من التي كبرت أن التطبيع مع الاختنان الإسرائيلي هو دارة من قضية سلسطينية فكيف يمكن الدول العربية على سبيل المسال أن تتبع مع دولة مارس القصة العفري بأبشى أصواره هنا سؤال بخصوص الوضع العربي عفوا كما تفضلتم بذكره هل تعتقد أن الوضع العربي في ظل لنقل حالة الهرولة نحو التطبيع مع هذا الكيان يمكن أن تدعم هذا الطلب نعم الصديق الكريم موضوع الزرائم التي تمارسها دولة إحسنان الإسرائيل على الأرض أمر محرج يمكن أن تهضي الطرف أنت كدولة مارس التطبيع مرة مرتين سنة مرات ولكن أنت تتطبيع مع دولة الزرائم والقتل والتهجير وعاقة الحركة وحرمان الفلسطينيين من خطوك الأساسية لا يمكن أن تهضي الطرف وبالتصريح هذه الأسألة على مصر الأخلاق المحرجة لكن هي أيضا في نفس المقص يمكن أن تكون فتألة ومعنى دولة أخرى تفكر بالتطبيع لأن هناك دولة قد فتحت مكاكل تنسيلية على تدعم مثل قطر وقت من الأوقات ولديد الزرائم الإسرائيلية وقت من الأوقات أحرقتها المكتب وأيضا يمكن أن يحصل وقت الشيء مع الأردن مع المصر مع الجمارات عن المهر العربي لأن الدم البلسطيني والحق البلسطيني هو الذي يغلب على التفكير العربي كشعوب وعلى دولين العربية وعلى دولين العربية التي طبعت إلا أن تتراجع أن هذا خطوة أنت آجلا أم آجلا بخصوص مجلس الأمن إذا ما استطاعت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي استزار قرار بهذا الشيء لمصلحة الفلسطينيين ما المنتظر أن يترتب على صدور هذا القرار في ظل قرارات مشابهة كحالة جنوب أفريقيا مثلا السيد الكريم العمل الحدوقي هو عمل سراكم وهذه المنظمة هي منظمة دولية لكنها قامت بواجدها من خلال جهد وتنفيق وعمل كبير جدا الآن الأمم المتحدة ومجلس الأمن العراج الخطوص أنا شحصيا لا أستطيع القول أنه مجلس الأمن يمكن أن يزدق قرار ما يقوله من فوق السابس ولا حتى السابعة ولا حتى جزر دائم رئاسي لأنه هناك جرائم كثيرة بعينها حصلت وكان يختلف أعضاء مجلس الأمن على أفزار حتى دائم رئاسي لأهلي يمكن أن بحالة هذه القضية تدرنش على غضو الأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تدوم 109 سندا تدوم 109 سندا كل هذه القضية بإطار يعني تخرج من إطار الشرق أو فط إلى الإطار العالمي لأنه نفس الجمعية العامة للأمم المتحدة غضر في تدوم العالم وسماء 109 سندا لا يمكن أن تدخل بيته هنا أو هناك ومتحدث يمكن لأم المجوار العربية ورئيس المجوار العربية أو المجوار الإسلامية أو حتى تدوم أحد النقطة على جديو الأعمال الأمم المجوار العامة أنا متأكد لأنها إذا طرحت هذه الوثيقة على جدنا الفلسطيني العامة أن تشكل على السنة تقوي من حق الفلسطيني وإحراج كبير لدولة احتلال إسرائيل إذن شكرا جزيلا لك من بيروت مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شهد محمود الحنفي